في أدوية ومستحضرات لازم تكون موجودة في البيت للضرورة القصوى لأن مثلا معظم الأمراض اللي هي بتحصل فورا بتحصل بالليل فلازم الحاجات دي والحقن والحبيات دي لازم تكون موجودة في البيت فورا لأي الحاجات الطرقة اللي زي اللي هنقول عليها كمان شوائد السلام عليكم من الأخبار يا ربكم دايما بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن كم حاجة كده لازم يكون موجودين في البيت زي مثلا لو أنت قاعد في البيت وإيه لقدر الله مثلا حصل عندك مثلا مشاكل في المعدة حصل مثلا إسال قيء حصل مثلا سخنية جديدة إزاي تتصرف في الحالات دي فلازم ومعظم الأمراض الغلسة دي بتحصل بالليل يعني ما بتحصلش مثلا بالنهار تقدر تروح الصيدلية تسأل الصيدلية عقلة إنك تاخد إيه فالمشكلة دي بتواجه كل الناس فمعظم الأمراض دي بتحصل بالليل ولقدر الله مثلا لو حصلت في الطفل أو الطفل كبير شوية أكبر من 12 سنة فلازم تصرف في الحالة دي تدي له حقنة على قد ما تقدر علشان يقدر يخف لأن السخنية والحاجات دي ما ينفعش تستمر عليها وما ينفعش السخنية دي تستمر أكتر من 6 ساعة دي في الناس اللي هي الطبيعية أما بقى لو واحد صاحب مرض ما ينفعش أصلا يجي لك سخنية فتعال نشوف إيه هي الأدوية اللي لازم تكون موجودة في البيت وبتبقى معظمها آمنة جدا لو أنت هستخدمها لمرة واحدة فقط تخدم منها حقنة فقط عند اللزوم معظم الأدوية دي ما ينفعش تستمر عليها لفترة طويلة لأنها ممكن تعمل لك مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلة إلا بعد استشار الطبيب إحنا في الحلقة دي هلقول على كم دواء بيستخدم في حالات معينة مثلا زي السخنية والترجيع والإسهال والحاجات اللي هي المشهورة جدا اللي بتحصل في الأوقات الغالسة دي اللي هي مثلا بالليل وتلاقي معظم السيدليات بتبقى أفلة معظم الدكاتر ما بيردوش على الحالات دي إلا من أبع تعالي نشوف معنا كم صنف كده بيستخدم في الحالات الحرجة دي أول حاجة معنا عندنا اللي هو البرنبران البرنبران دي بيستخدم في حالات آلام المعدة الشديدة وبيستخدم في حالات القي وممكن يستخدم برضك في حالات الترجيع تاني حاجة معنا عندنا اللي هو إزباز موفين ده بيستخدم في تقلصات الأمعاء تاني حاجة معنا اللي هو إزباز موفري دي برضك نفس الكلام بيستخدم في تقلصات الأمعاء ولو واحد عنده مغص دي بتحل المشكلة اللي معنا برضو عندنا اللي هو فيسرالجين اللي برضك بيستخدم في نفس الحكاية برضك اللي هو بيستخدم كفي علاج اللي هو التكلصات واللي هو المغص من الأمراض المشهورة جدا اللي هو المغص اللي واحد ما بقدرش يستحمل تاني حاجة معنا أضو فلام أضو فلام دي من المسكنات واللي الخافضة للحرارة بتستخدم في الحالة الحرجة لو في سقنية جديدة أو في ألام في الجسم أو همدان وبيبقى سريع جدا لıyla نفي دوكلفناك بوتسيوم تاني حاجة عندك اللي هو الدكيلوفين دي بشكله قديم ومشكلة جديد دي برضك بيستخدم برضك في اللي هو كمسكن وخافض للحرارة ويبرضو مش سريع زي اللي هو عضو فلام تاني حاجة عندك اللي هو الدنسة الدنسة دي برضك بيستخدم فيه اللي هو ترجيع واللي هو في مشاكل في المعدة اللي هو الدنسة بس احنا نستخدم تركيز أربعة لو احنا نستخدمه في ايه اللي هو الحالات الحرجة اللي احنا نقول عليه بنستخدمش تمانية دي الا مسلا في حالات اللي هو الوصفات الطبي بس هو دانسة دي يعتبر اقمن من برين برين فلو انا هشتري ممكن اشتري دانسة عن برين برين لان برين برين شديد شوية فانقدر نستخدم دانسة احسن وطبعا ممكن نستخدم برضك ديكساميسازون ديكساميسازون احنا نسينا نكتبه هنا مع الادوية دي ديكساميسازون ممكن نخلطه مع اللي هو ديكلوفين وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم نشكركم ولا نراكم في مكروه ابدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته